أبو إبراهيم يسأل عن قضية ما يسمى بالميوه الإسلامي للسباح يقول ما حكمه أبو إبراهيم بارك الله فيك أنا ما أعرف حقيقة لذكرت الميوه الإسلامي لكن إذا تقصد بأنه لباس تلبسه المرأة وتسبح به وهو يعني أضفته إلى الإسلام أو يضيفون إلى الإسلام على أنه يعني يغطي جميع جسد المرأة فهذا ينظر فإن كان يعني سباحة المرأة مع النساء في ثياب محتشمة أو في ثياب لا تحجم البدن ولا تظهر شيء من العورة أو شيء من هذا القبيل فهذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة من حيث الأصل أما إذا كان لا يحجم البدن المرأة ويبين تفاصيل وتقاطيع جسمها فهذا مما جاءت النصوص بالنهي عنه كذلك الأصل أن المرأة ينبغي لها أن لا تتسامح في قضايا الخروج إلى الحمامات أو إلى البحر أو إلى كذا لأن كما جاء في السنن من حديث عائشة أن نساء من الشام من حمص دخلنا عليها فقالت من أين؟ قلنا من حمص قال أنتن من النساء اللائي يدخلن الحمامات فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أي ممرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يدخل حليلته حليلة يعني الزوجة الحمام ولذلك الشريعة لما جاءت بهذه النصوص إنما أرادت الاحتياط للمرأة والمحافظة عليها وحشمتها وأن تبقى في أمان ولذلك أنا ما أعرف حقيقة شيء عن اسمه مايوه إسلامي أضافه إلى الإسلام أنا أعرف الحجاب الإسلامي اللباس الإسلامي فعلى هذا التفصيل بين الحكم يا آبا إبراهيم